تحريك للجمود الحاصل في العمليات العسكرية أم تغيير في مسارها سؤال صاحب اللقاءات التي تمت بين وزارة الدفاع اليمنية وقيادات قوات التحالف السعودي الإماراتي حيث عقدت وزارة الدفاع مباحثات منفصلة مع قيادات عسكرية في دول التحالف وفق وكالة سبا الرسمية فإن وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي التقى قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان السعودية الفريق مطلق الأزيمع واجتمع أيضا مع قيادات عسكرية إماراتية وسودانية بحسب سبا الشرعية فإن الاجتماعات التي عقدتها وزارة الدفاع اليمنية مع دول التحالف انصبت لمناقشة تطورات العمليات العسكرية الميدانية في اليمن والمواجهات الجارية ضد ميليشيا الحوثي خصوصا تلك المحتدمة منها في مارب وشكر وزير الدفاع المقدشي كالمعتاد دعم السعودية والتحالف للجيش اليمني في خطوط القتال عبر الإمداد والتدريب والتاهيل لم تفصح اللقاءات العسكرية عن أي نتائج تنبئ عن تغير في رؤية التحالف السعودي الإماراتي لطبيعة مسار التعامل مع ميليشيا الحوثي عسكريا خصوصا في ظل الجمود الجاري في المشهد السياسي والدبلماسي بسبب تصلب ميليشيا الحوثي باشتراطات تصعب من إمكانية التفاهم السلمي بالنسبة لعسكريين يمنيين فإن الرد العسكري على ميليشيا الحوثي لا يزال هو الخيار الواقعي لوضع حد لهجمات الحوثيين على مارب إلا أن تنشيط العمليات الميدانية للجيش يحتاج لقرار سياسي من الشرعية التي فيما هو واضح مرتبطة بحسابات السعودية فيما الأخيرة وفق مراقبين أضحت تفضل مسار الدبلماسية وهو مسار يحظى بإجماع واشنطن ولندن وبقية الدول العشر الراعية للسلام في اليمن ترجمة نانسي قنقر